كما ينضم إلينا من رمالة نهاد أبو غوش الباحث في الشؤون الإسرائيلية سيد نهاد أهلا بك معنا في هذه التغطية هذه الصور صور هذه المجزرة التي ارتكابها الجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف فيها خيام لعشرات العائلات النازحة في منطقة المواصب خان يونس هل هذه الصور تصل للعالم؟ صباح الخير لا شك أنها تصل إلى أداء واسعة من العالم اليوم لم يعد العالم محتكرا من قبل وسائل الإعلام الكبرى المنحاتة غالبا للطرم الاستعمارية ولإسرائيل كما هي محطات التلفزيون الأمريكية ومكالات الأنباء الرئيسية اليوم هناك إعلام اجتماعي وهناك إعلام صحافة المواطن وهناك حشرات الأدوات التي يمكن من خلالها وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة في موعدها في وقت حصولها ولعل هذا هو ما يحرك ثورة الطلاب العالمة في الولايات المتحدة والتحركات الجماهيرية المؤثرة التي بعضها شارك فيها مئات الألوف في مدن وعاصم بعواصم أغربا إذن الأمور تصل لكن بلا شك أنها تتعرض أيضا لكثير من التشويه والتزهيق والفبركة وأيضا أحيانا توظيفة يكون بشكل مغرض بحيث أنه يوصف كل هذا بأنه أطرف إسلامي على سبيل المثال أو رغبة عربية وإسلامية جارفة في تدمير إسرائيل والقضاء عليها وإبادتها أو يختلط الأمر بالصراعات الدينية والأوغام حول ذلك لكن بلا شك أنها تتعرض يروش ذلك ويلقى قبولا في اعتقادك سيد نهاد حتى أمام صور جفثة وأشلاء للعشرات من الأطفال والنساء المدنيين الأبرياء الذين يستهدفون ويقتلون في مجازر بشعة مثل هذا كما حصل في مواصي خانيونس الليلة يعني أعطيك مثالا بسيطا اليوم كان الناطق باسم الخارجية الأمريكية أعتقد اسمه باتيل يتحدث عن استشهاد الناشطة عائشة نور إزقي في نابلس في بيتها يعني عشرات الصحفيين حاصروا بالأسئلة والوقائع الدامغة وشهادات الشهود وهو يتملص ويتهرب ويحيل الأمر إلى المجهول كأن هذه الفتاة والمتضامنة يعني قتلت برصاصة سقطت عليها من السماء كل الشهادات الدامغة بما في ذلك شهادات متضامنين إسرائيليين وأجانب آخرين والطب الشرعي والطب الشرعي والطب المغبري كلها تؤكد أن من قتلها هو جندي إسرائيلي لكن الناطق باسم الخارجية الأمريكية لا يريد أن يؤكد ذلك تماما مثل ما جرى مع الشهيدة شيرين أبو عقلة وقبلها مع الشهيدة رشيل كوري ومثل طبعا حملت جنسيات أمريكية هؤلاء والشهيد عمر أسعد هم يهتمون يعني أحيانا إذا أصيب أو جرح أو استشهد أو قتل يعني متضامن أو شخص أجنبي حتى سواء كان يقف في الجانب الإسرائيلي أو في الجانب الفلسطيني في الجانب الإسرائيلي هناك جنود يحملون جنسيات مزدوجة نعم ورغم أن من يحمل جواز جواز صفر الأمريكي توجد هناك عبارات مكتوبة على هذا الجواز تقول فيه الولايات المتحدة بأنها تحرك أسطول بأسره لأجل حامل هذا الجواز لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل لا يتحقق هذا الوعد أبدا التأكيد يعني إذا هناك مواطنون أمريكيون من أصل فلسطيني يقتلون يعني الولايات المتحدة لا يزيد كلاما عن أنها سوف تحقق في الموضوع وتطلب من إسرائيل معلومات دقيقة وما إلى ذلك أما إذا قتل أمريكي من أصل إسرائيلي سرعان خلال ثواني يتعهد الرئيس بايدن بمعاقبة حماس نفس الشيء حين جرى تصديق التلفقات الإسرائيلية بشأن ما جرى في 7 أكتوبر هذه عادة نحن نعلمها جيدا الضحية يعني ليس مهم هوية الضحية أيضا مهم هوية الجاني لذلك يعني هناك هذا الانحياز يعبر عن نفسه فيه شيطنة الفلسطيني شيطنة العربي والمتضامنين معه هم أصلا يعني إذا كانت الإدارة الأمريكية تهمت النخب الأمريكية الطلاب الأمريكيون وهم يعني طلائع المجتمع الأمريكي هؤلاء هم يعني خيرة أبناء المجتمع الأمريكي الذين يقودون الولايات المتحدة إلى العقود القادمة يصورون على أنهم يحركون من قبل قوى ظلمية وإيران وأنهم معادون للسامية بينما بينهم يهود كانوا يتظاهرون ضد الفضائع الإسرائيلية إذن يعني الانحياز هذا شكل من أشكال الانحياز المطبق بالتالي الإدارة الأمريكية وحلفاها الغربيون أيضا الألمان على سبيل المثال والبريطانيون بلا شك وكثير من الأوروبيين ما زالوا مسكنين بعقلية المستمر عقلية المستمر هي لم تغادرهم هم انسحبوا عسكريا من بلادنا لكن ما زالت العقلية الاستعلائية التي يعني لا ترانا في مستواهم ولذلك هذا يترافق مع ما جرى من شيطنة الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم وتبرير الإبادة يعني تسويغ الإبادة باعتبارها عملا مشروعا وامتدادا لحق إسرائيل لكن سيد نهاد ألا تتفق معي بأن هذه المواقف حتى على الصعيد الأخلاقي تغيرت منذ بدء الحرب ومع توالي المجازر والغارات الإسرائيلية على الفلسطينيين ومقتل العشرات والعشرات منهم أصبح الموقف الدولي يتغير لصالح الفلسطينيين وضاغط على إسرائيل على سبيل المثال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش مؤخرا قال بأن الدمار والموت في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع هو أسوأ ما شهده منذ توليه منصبه كأمين منذ عام 2017 يعني لكن في المقابل هل العالم أستاذ نهاد استسلم أمام إسرائيل أمام الحكومة الإسرائيلية أمام رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وتركوهم يرتكبوا كل هذه المجازر بحق الفلسطينيين أم ماذا؟ هناك تفاوت الحقيقة تفاوت ملحوظ يعني مثلا هناك تشنج وتعنت وإصرار أمريكي ألماني على تبني الرواية الإسرائيلية والدفاع عنها وتقديم كل أشكال الدعم لإسرائيل على الرغم من ارتكاب هذه الجرائب وهذه القطاع وهناك تشريعات تعمل هذه مثلا ألمانيا هناك تشريعات تحرم وتجرم العمل لصالح فلسطين ورأيناهم كيف يتعاملون بمنتهى الفضاظة وبمخالفة كل القواعد الديمقراطية والإنسانية في منع شخصيات فلسطينية ومتضامنين مع فلسطين من النشاط معارض فنية جوائز تقدم لشخصيات فلسطينية مؤتمرات تضامن مع فلسطينيين منعات ولعل المثال المشهور هو ما جرى مع الطبيب المعروف والمشهور الدكتور غثان عبو زيت الذي أصبح رئيس جامعة جلاسكو أيضا منع من دخول فرنسا إذن هناك تفاوت لكن هناك إدراك أيضا أن ألمة الشرق الأوسط هي أشبه بمولد للأزمات التي يمكن أن تنتشر تصليب الإقليم وتمثل الأوروبيين أنفسهم في عقر دارهم لأن الظلم والإجحاف واستمرار هذه الأزمة والإنحياز الغربي لها سيولد موجات من التطرف أولا وموجات من الهجرة ثانيا وبالتالي أيضا يضع هذه الدول الأوروبية وحكامها في مواجهة أولا مع ما يدعونه من قوانين ومن معاهدات ومن مبادئ ديمقراطية ويكشف ازدواجية المعايير فهم يطبقون نمطا من الأحكام والقوانين والمواقف تجاه روسيا على سبيل المثال بينما يطبقون عكسها تجاه إسرائيل أنا أقول جوابا على سؤالك هناك تغيرات لكنها ليست كافية إلى الدرجة التي ينحاس فيها يعني دوائل القرار إلى ما يريده الرأي العام هناك فجوة ما بين الرأي العام وما بين متخذي القرار هذا الأمر نلمسه بوضوح كامل في الولايات المتحدة حيث أن القاعدة الشبابية والاجتماعية والطلابية هي أقرب إلى تبني الموقف الفلسطيني وإنانة إسرائيل بينما متخذي القرار والأسباب تتعلق بالتمويل هنا والفساد أيضا فساد يعني بالنسخة الأمريكية يمنع الإدارة ومراكز القرار تحديدا في الكونغريس وفي الطغم الحاكمة المالية والإعلامية من تبني موقف ضد إسرائيل طيب إسرائيليا وحضرتك باحث الشؤون الإسرائيلية سيد نهاد أبو غوش كيف يتم التعاطي مع ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة حتى على الصعيد الإعلامي كيف يبررون ذلك أو كيف يقدمون هذه المجازر للإسرائيليين أنفسها يعني أولا كان هناك تبريغ لهذه الجرائم من خلال شيطة الفلسطينيين وتحميل الفلسطينيين جميعا مسؤولية ما جرى في 7 أكتوبر ثانيا هناك نزع للصفة الإنسانية عن الفلسطينيين وهناك من قال على الملأ للرأي العام أنه لا يوجد أبرياء في غزة على سبيل المثال حتى نتنياهو قال قال 83% من سكان الضفة يؤيدون ما فعلته حماس إذن ويبرر معاقبة كل سكان الضفة بناء على موقفهم السياسي هناك طبعا من دعا إلى أعتقد هذا مشهور يعني الشريط الذي بثه من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية رسمية أنه الطفل المقاتل الذي يقاتلهم الآن في غزة هو الشخص الذي تركوه طفلا ولم يقتلوه في الحروب السابقة يعني في حرم 2008 و2010 لم يقتلوا الأطفال الغزيين هؤلاء كبروا وأصبحوا مقاتلين في 2023 و2024 وهم يقولون المرأة الحامل هي إرهابية وسوف تلد إرهابيا والطفل هو إرهابي حتى لو لم يمارس العمل الإرهابي الآن سيكبروا لصبح إرهابيا اليوم يعني أو عفوا بالأمس تعليقا على العملية التي نفذها الفدائي الأردني ماهر الجازي نتريه أحال الأمر إنساء إلى سلوك إسرائيل وممارساتها الاستفجازية وانتحاكاتها الصارقة للقانون الدولي والفضائع وانتحاكات مزيد الأكثر أحالها إلى بيئة الكراهية الأيديولوجية التي كأنها قدر على المحيطين العرب والمسلمين وكأن هذه الكراهية هي كراهية أزلية وستثمر إلى الأبد وبالمناسبة الفكر الصهيوني يقوم على هذه الفكرة الأيديولوجية الصهيونية تقوم على فكرة أن اليهود متميزون ومختلفون عن من يحيط بهم ولا حل لأذماتهم ومشاكلهم إلا بدولة خاصة بهم يعني ولذلك الفكر الصهيوني فكر يرى أن اليهود أفضل من غيرهم وأذكى وأن الآخرين يحسدونهم ويكرونهم ولذلك حين نتنياهو يتبنى أن السبب الأعمال العسكرية ضد الإسرائيليين هي الكراهية التي تسكن في ثقافتنا وفي تقاليدنا وفي ديننا وفي تربيتنا وفي مناهجنا التعليمية فإذن هو يعتبر من المبرر أن يسوي ويبرر أعمال القتل والإبادة التي ترتكبها إسرائيل لكن في المقابل سيد نيهان قبل أيام قليلة كانت هناك مظاهرة خرج فيها نحو نصف مليون إسرائيلي ضد بن نتنياهو وحكومته لا يبدو بأن كل هذا التطرف يستجاب له في الشارع الإسرائيلي أليس كذلك؟ والحقيقة طبعا المظاهرة شارك 500 ألف في تل أبيب و250 ألف في باقي المدن هذه أكبر مظاهرة في تاريخ إسرائيل لكن لنكن هنا حذرين أن هذه المظاهرة كانت من أجل إعطاء الأولوية لقضية الأسرة هم يقولون أعيدوا لنا الأسرة ثم أكملوا الحرب بمعنى أن هؤلاء الذين يعارضون سياسة نتنياهو وإدارته للحرب لا يعارضون الحرب وأداف الحرب بل أن اليوم سمعنا بيني جانسو وأحد أبرز المعارضين يهدد ويتوحد ويدعو إلى التفرق لمواجهة لشن الحرب على لبنان فإذن هؤلاء يعارضون نتنياهو وطريقة إدارة للحكم ولا يعني يكنون أي تعاطف أو حتى لا يملكون برنامجاً بديلاً يقوم على السلام بل هم يعارضون طريقة إدارة الحرب وتهميش نتنياهو لموضوع الأسرة باعتباره شأن ثانوياً وتركيزه على القضاء على حماس بدل تركيز على استعادة الأسرة هم يقولون دعونا للسعيد الأسرة وبعد ذلك مكملنا